أريد أكلمك شوية عن الشفت اللي حصل في حياتك لأنه أصلا أنت كنت مضيف الطيران أيها صح؟ أيها إيه اللي حصل بقى؟ الموضوع ده حصل إزاي؟ تكتبي من وينشي صغيرة طول عمرك بتفكري في الكتابة وإمتى قررت أنك تتحولي من مضيف الطيران لكاتبة؟ بسي أنا بقرأ وأنا عندي خمس سنين وأنا عندي خمس سنين صغيرة يعني فبالنسبة للقراءة مع الصفر كان عوالم تانية بقى خالص فأنا كمضيفة جوية كان بالنسبة لي كل الناس اللي قاعدين في الطيرا دول كلهم حواديد قصص 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 بالنسبة لي ففعلا كنت بعرف أغلبها وبالذات في اللونغ فلايتس فكنت بعرف ده رايح فين ده هيعمل إيه ما بتعدي تتكلمي أو كده فدي كل القصص كل التجرب الإنسانية دي لازم تكون عندي في اللاع وعي غصب عني أين غصب عني لازم تطلع يا سعد بقول أنه صحيح أنا عندي شخصيات حقيقية كتير في رواياتي كلها لأن أغلبها مستوحية من أحداث حقيقية لكن أنا كمان مؤمنة جدا أن الكاتب في العموم كل شخصياته حقيقية حتى لجام الخيال لأنه أكيد مستوحية من شخصية حقيقية تانية يعني ممكن رانيا تبقى بعد روايتين عندي نفس رانيا بنفس المواصفات بنفس الشكل بنفس الأتيتود لأن هي رانيا عدت علي فلازم ما تطلع بس بتزودي بقى جزء بتاعك أو الحكاية بقى بتاعتك اللي هايزة تطلعيني رانيا تطلعيني مرعبة قوي وقد ابتعاني وره